التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد الانهيان وزير الخارجية في نيويورك عددا من وزراء خارجية الدول المشاركة في أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة كلا على حدة فقد التقى سموه معالي محمود علي يوسف وزير خارجية جيبوتي والتقى معالي الدكتور أرنولدو أندري تينيكو وزير الخارجية والعبادة في جمهورية كوستاريكا ومعالي إغناسيو كاسيس وزير خارجية سويسرا ومعالي إلي كوهن وزير خارجية إسرائيل ومعالي مارغوس تسكانة وزير خارجية أسطونيا ومعالي الدكتور يانا بورغ وزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة في جمهورية ملطا وكما التقى معالي إلينا فالتون وزيرة خارجية فلندا ومعالي ماريا جابريل وزيرة خارجية بلغاريا كما التقى سموه معالي جنبك كولوبييف وزير خارجية قرغستان وبحث سموه مع صحاب المعالي وزراء الخارجية مسارات التعاون الثنائي وسبول تعزيزها في المجالات كافة منها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والتعليمية والزراعية والتكنولوجيا والأمن الغذائي والطاقة المتجددة وغيرها